الهند تدق ناقوس الخطر وتكشف عن قلقها البالغ بإصابة عشر سكانها بمرض السكري في البلد المعروف باسم عاصمة مرض السكري في العالم تم تشخيص أكثر من مئة مليون شخص بداء السكري مقارنة بسبعين مليون عام 2019 وفقا لدراسة أجرها المجلس الهندي للبحوث ووجد الباحثون أيضا أن مئة وست وثلاثين مليون هندي آخر في مرحلة ما قبل السكري ومقدمات السكري هي المرحلة التي تسبق حدوث المرض فعليا وهو ما ينذر بأن الوباء سيظل في الطراد وأن الأرقام سترتفع أكثر فأكثر إذا لم يتم تداركه بسرعة بالوقاية والعلاج خبراء الصحة أشاروا إلى أن أنماط الحياة غير الصحية والقائمة على الجلوس وعدم ممارسة الرياضة هي أحد أهم العوامل الرئيسية وراء ارتفاع حالات الإصابة بمرض السكري وكذلك الوجبات السريعة التي من شأنها أن تؤدي إلى السمنة المفرطة والسكري وغيره من الأمراض الأخرى وينقسم المرض إلى نوعين يصيب النوع الأول جهاز المناعة ويهاجم مصانع الأنسلين في الجسم لذلك لا يكون هناك ما يكفي من الهرمون للتحكم في مستويات السكر في الدم وينظر إلى النوع الثاني إلى حد كبير على أنه مرض من أمراض نمط الحياة السيء حيث يمكن أن تؤثر دهن الجسم على طريقة عمل الأنسلين يعد مرض السكري من النوع الثاني هو الشكل الأكثر شيوعاً ويعاني الأشخاص المصابون به من ارتفاع نسبة السكر في الدم لأنهم غير قادرين على إنتاج ما يكفي من الأنسلين أو الاستجابة له بشكل صحيح وتمثل الهند حوالي 17% من مرض السكري على مستوى العالم حيث تسبب هذا المرض بوفاة أكثر من 144 ألف شخص في البلاد بين عامي 2017 و2021 ترجمة نانسي قنقر